على مدى العام الماضي انكبع مال على تحويل قطعة أردنبور بجوار تلة يقع عليها مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى حديقة تعكس رؤيته السياسية التي تروج للوحدة والصداقة في مقابل اتهامات المعارضة بأن المشاريع عبارة عن محاولة لصرف الانتباه عن مشاكل إثيوبيا السياسية والأمنية لم يقل أحد أنها تحظى بأولوية مقارنة بأمل الناس وحكم القانون هذه أمور تتم بالتوازي وتبدو ساحة الصداقة مفعمة بالرموز التي تروج للوحدة لكن بعد عام على فوز أبيه بجائزة نوبل للسلام تزداد المخاوف من أن رسالة الوحدة لا تلقى آذانا صاغية إذ تتواصل أعمال العنف العرقي خصوصا في منطقة أوروميا حيث يتحدر رئيس الوزراء في حين يلجأ عناصر الجيش والشرطة بشكل متزايد لاستخدام القوة الدامية في حق المتظاهرين كما سجن عدد من قادة المعارضة بتهم الإرهاب ما أثر شكوكا بشأن إن كانت الانتخابات التاريخية المنتظرة العام المقبل ستمثل بالفعل انفصالا حقيقيا لإثيوبيا عن ماضيها الاستبدادي